شاهد مميزات وعيوب وسعر جميع أجهزة الموبايل وآخر أخبار تكنولوجيا الموبايل اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس قناة مواصفات الموبايلات السلام عليكم أعلنت شركة شاومي عن موبايلها الأقوى والأحدث في الفئة المتوسطة اللي هو شاومي ريدمي نوت 9T اللي هيكون أول موبايل بيدعم النسخة 5G في الفئة المتوسطة فعلا الموبايل ريدمي نوت 9T هيعتبر من أقوى الموبايلات في الفئة المتوسطة لأنه هيجي بإمكانيات ممتازة جدا بس خلينا أفكرك الأول لو أنت مش مشترك في القناة ريد تشترك وتفعل زر الجرس على الكل علشان يوصلك كل فيديو جديد شكرا لكم الموبايل بيجي بوزن 199 جرام والموبايل بيدعم IR التحكم في الأجهزة الكهربائية متانة وخامات تصنيع ظهر الموبايل من البلاستيك من مادة البولي كاربونايت والموبايل بيدعم شريحتين اتصال من نوع نانو مع دعم شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس أما من حيث شاشة الموبايل الموبايل بيجي بشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.53 بوصة مع ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية على هيئة دوت ديسبلي بمعدل كسافة بيكسلات 395 بيكسل لكل بوصة مع أبعاد العرض 19.5 مع وجود طبقة حماية على الشاشة من الجيل الخامس مع دعم الشاشة لوضع الدارك مود يمكن أول عيب من حيث الشاشة إنها بتيجي من نوع IPS LCD مش أملد هنتكلم دلوقتي عن الكاميرات الخلفية للموبايل الموبايل بيجي بثلاث كاميرات خلفية برزة شوية عن ظهر الموبايل الأولى هتكون بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 1.8 ودي هتكون الكاميرا الأساسية الكاميرا التانية هتكون 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 ودي هتكون لخاصية التصوير الماكرو أما الكاميرا التالتة هتكون بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.4 ودي هتكون لخاصية العزل اللي هو البرتري أما عن تصوير الفيديوهات للكاميرا الخلفية فالموبايل بيصور بجودة 4K بدقة 2160 بيكسل بمعدل التقاط 30 إطار في الثانية نتكلم دلوقتي عن الكاميرا الأمامية للموبايل الموبايل بيجي بكاميرا أمامية بدقة 13 ميجا بيكسل بفتحة عدسة 2.3 أما عن تصوير الفيديوهات للكاميرا الأمامية فبيصور بجودة الفول اتش دي بدقة 1080 بيكسل هنتكلم دلوقتي عن أداء الموبايل والاستخدام اليومي الموبايل بيجي بمعالج دومينيستي 800 يو دومينيستي 800 يو ده المعالج من شركة ميدياتيك وتقريبا بيساوي سناب دراجون 730 فالمعالج ده ممتاز جدا مع دقة تصنيع 7 نانوميتر هنتكلم دلوقتي عن بطارية الموبايل الموبايل بيجي ببطارية بسعة 5000 أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 18 واط الموبايل تقريبا من 0% إلى 100% بيشحن في خلال ساعة ونص الموبايل بيجي بمساحة 128 جيجا مع 4 رام منفذ الشاحن من نوع Type-C بصمة الموبايل بتكون في الزرارة الباور البلوتوث بيجي بإصدار 5.1 السماعات الخارجية بتيجي من نوع استيريو أما من حيث عيوب ومميزات الموبايل فهنتكلم عن عيوب الموبايل الموبايل مش بيجي بكاميرا التصوير الواسع اللي هي الوايد أنجل الموبايل بيجي نسخة واحدة اللي هي 4 رام وده ممكن يكون قليل لبعض الأشخاص أما من حيث مميزات الموبايل الموبايل بيدعم تصوير بجودة الفور كي وبيدعم تشغيل شرحتين اتصال وكارت ممريف نفس الوقت سماعات استيريو اللي هتديك تجربة صوتية مميزة ووضع الـ IR التحكم في الأجهزة الكهربائية مع بطارية كبيرة 5000 أمبير تقدر تفضل بها لفترة طويلة سعر الموبايل بيجي بسعر 4000 جنيه دي كانت أغلب مميزات ومواصفات الريدمي نوت 9T فيا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس على الكل وتدعمنا بلايك شكرا لكم شاهد مميزات وعيوب وسعر جميع أجهزة الموبايل وآخر أخبار تكنولوجيا الموبايل اشترك الآن في القناة وفعل زر الجرس قناة مواصفات الموبايلات